نكمل وبحسب نفس المصادر فمحمد الضوى كريستو اقترب كثيرا من الانتقال لنادي الصفاقسي التونسي على سبيل الاعارة لمدة موسم بصوا كريستو كان يرافض في البداية انه يلعب في تونس لنادي اخر غير ناديها السابق النجم السحلي لكن الايام اللي فاتت مع كثير من المفاوضات من نادي الصفاقسي مع النادي الاهلي والصفاقسي كان يحاول في البداية انه يشتري كريستو نهائيا بس لارتفاع المقابل المادي اللي طلبه النادي الاهلي فاكتفى الصفاقسي باستعارة كريستو انيز بجلبان لعب النادي الاهلي الاصبق وطبعا لعب نادي الصفاقسي الاصبق كان له دور كبير جدا في اقناع مسؤولي النادي الاهلي ويقناع اللاعب ايضا بالانتقال لنادي الصفاقسي التونسي على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد هيكون فيه بند الشراء في عقد اللاعب مقابل مليون دولار يعني لو الصفاقسي بعد نهاية الاعارة كان عايز يشتري اللاعب يدفع مليون دولار للنادي الاهلي ياخد كريستو بالمناسبة النادي الاهلي في سبيل هذه الاعارة زي يعقد كثيرة عقود اعارة كثيرة في العالم لا لا يتحمل جزء من راتب كريستو في نادي الصفاقسي التونسي وبياخد تقريبا 350 الف دولار في الموسم الواحد ترجمة نانسي قنقر